بسم الله الرحمن الرحيم تأمل في الحياة ترى أمورا ستعجب إن بدى لك كيف كانت فكم من كربة أبكت عيونا فهونها الكريم لنا فهانت وكم من حاجة كانت سرابا أراد الله لقياها فحانت وكم ذقنا المرارة من ظروف برغم قساوة الأيام لانت هي الدنيا لنا فيها شؤون فإن زينتها بالصبر زانت السلام عليكم مشاهدين الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وعافية ألتقيكم اليوم وحلقة جديدة من برنامج صحتك أولا فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الغدد الصماء ووظائف الغدد الصماء هي الغدد التي تقوم بإفراز هرموناتها في الدم مباشرة دون الحاجة إلى قنوات ومن أهم وظائف الغدد الصماء أنها تقوم بتنظيم عملية الأيد أي الهدم والبناء وتنظيم النوم وتتكون الغدد الصماء من مجموعة من الغدد وهي المسؤولة عن تلك الوظائف وللحديث أكثر عن هذا الموضوع رح نرحب وياكم بعد الفاصل بالدكتورة سماهر الوائلي اختصاص الغدد الصماء فأهلا وسهلا بكم وخليكم ويانا بعد هذا الفاصل شوارك أمهوري شونا أخبارك؟ والله الحمد لله وشوارك؟ ما مرت على هذا الولد حتشيته وياه؟ باحر حتله ونهاية الموضوع وياه وخلص صاره لك ضلبالك أمير أخيك شوف له هذا أخوك يبص صيدرين من تتمنى الحساسية؟ ما هنالجي قد تشكى الله يخليك كافعات؟ يعني الحساسية جزاوية؟ شبيك؟ 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 ما يقولي شبيك؟ خلي يدك على حلقك يوم هارت شادة نشرب بيكم يا معودين؟ مهند؟ السمو قاعدين 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 سولي فما خلين راحتنا السعى الأقل من تأطس حط أيديك يا أخي هذا تلوث تلوث هاجر ثومة جا تطلع من حلقك وكذبها علينا هاجر ثومة هذا كلين ينس وخلي بيدك ها وعطس براحتك هنغلطان؟ حطهي تيو طبعا عندما يطس الشخص تنطلق من فمه حوالي 100 ألف جرثومة بسرعة 100 ميل في الساعة وتنتج عن العطس أيضا 40 ألف قطرة على شكل رذاذ متطاير ينتشر على مسافة 7 إلى 8 أمتار تقيبا ما يؤدي إلى انتشار البكتيريا والفيروسات إذا كان الشخص مصابا بها شعرين الكرام رح نبدأ وياكم حديثنا مع الدكتورة سماهر الوائلي اختصاص الغدد الصماء وأيضا اختصاص الأطفال أهلا وسهلا بحضرتك وأسعد الله صباحي الدكتورة سعد صباحكم الله يحب الدكتورة بالبداية ما هي الغدد الصماء وما هي أهم وظائفها؟ تمام الغدد الصماء أو الاندوكراين سيستم هو عبارة عن جهاز كامل ومتكامل مع باقي أجهزة الجسم وتقريبا تقدرين تقولين هو الجهاز الموازي للجهاز العصبي لكن هو أبطأ من عنده بالتوصيل وأبطأ من عنده بالاستجابة لكن يكون وقعة وتأثيرة طويل الأمد على باقي الجسم هذا الجهاز عبارة عن مجموعة غدد من تشرب جسم الإنسان كما يتجاوز وزنها 500 غرام مجموعة تفرز هرمونات هذه الهرمونات أكو منها هرمونات نسميها استيرويدية وأكو هرمونات غير استيرويدية تبعا للتكوين مال هذه الهرمون وتبعا لطريقة اتحادها مع الخلايا اللي راح يأثر بها تصير هاي الهرمونات بالدم توصل لمكان التأثير أو مكان الهدف مالتها راح تغير نشاط هذه الخلية أو تغير نشاط هذه العضو أو تغير نشاط الجسم بصورة عامة تعرفين الهرمونات مسؤولة عن اتزان وتوازن الهوميوستيسيز مال الجسم بحيث يخلي جسم الإنسان يقدر يواجه التغيرات الخارجية اللي راح يتعرض لها مثلا التغير الجو، الحرارة، البرودة حسب كل غده حسب عملها الجوع، العطش، الليل، النهار يعني شمعنا الجسم بالليل ينام وبالنهار يستيقظ تبعا للهرمونات اللي يتنفلز حتى بالنسبة مثلا المرات الحساسية نشوف بالليل الحساسية تصير أكثر من ما بالنهار لأنه النبض وإفراز الهرمونات كخاصة لها علاقة بالجهاز التنفسي زائدا الخوف يعني الهرب مثلا دي يشرد من عدو أو من وحش هذا كلها كهرمونات تنفرز حتى تحافظ على هذا الجسم على ديمومتا، على أيضا حاصل تحصيل يعني هو جهاز جدا مهم تقريبا ديقولين المايسترو يعني هو المسؤول عن تنظيم كل فعل شنو الغدد اللي يحتوي تريد يعني نقول الغدد غدد وشنو عملها بالجسم؟ طبعا هو الغدد الرئيسية أو اللي هي المايسترو مع الباقي الغدد هي الغدد النخامية اللي هي معروفة أكثر شي نعم هي الغدد النخامية وهي لأنه المايسترو لأنه غدد أساسية حتى مكانها مكانها بالضبط بقلب الدماغ يعني بمنتصف الدماغ يعني إذا نريد نقول تشريحين خلف البطين الثالث بخطة منتصف محمية من كل الاتجاهات وممكن حجمها ما يتجاوز العتسة هذه هي الغدد النخامية مسؤولة عن إفراز هرمونات تنظم عمل باقي الغدد وأيضا أكو هرمونات تشتغل على أعضاء معينة في جسم الإنسان هذه الغدد من تأخذ إعازاتها وإحنا قلنا الجهاز الغدد الصماء موازي للجهاز العصبي إشعاراتها العصبية تأخذها من جسم يسمو تحت الميهات هو اللي يزودها بالإشعارات العصبية اللي يتخليها تفرز الهرمونات مالتها وأكو جسم ثاني يسمو جسم الصنوبري أو الغدد الصنوبرية طبعا هي تسمى صنوبري لأن شكلها مثل الخرطوش مال الصنوبة هذه أيضا ترجم متطلبات الدماغ اللي هو يأخذها من الجسم مثلا هذا الشخص جوعان أو هذا الشخص عشان يترجمها وتحولها سبحان الله منظومة إلى هرمونات تحفز باقي الغدد الصماء اللي موجودة حتى تواكب الاحتياج مال هذا الجسم دكتورة إذا نجي نريد نوضح عمل الغدد الدرقية نعم شنو هي الغدد الدرقية وشنو عملها ووظائفها بالجسم الغدد الدرقية طبعا هي غدد على شكل فراشة موجودة أمام القصبة الهوائية يعني بل رقبة هذه الغدد أدها هرمونات اللي هو هرموني ثايروكسين اللي هو كلش مهم بتنظيم الأيض الجسم الإنسان أو إذا نريد نقول مسؤول عن النمو مع الإنسان خلي إذا قسمناها مثلا بالحياة الجنينية أول ثلاثة شهر من الحمل نمو هذا الجنين يعتمد على هذا الهرمون اللي يتزود من الأم أول سنين العمر نمو هذا الطفل يعتمد على ثايروكسين قبل هرمون النمو اللي هو ينفرز من الغدد النخامية بفترة البلوغ كلش مهم هذا الهرمون التنشيط البلوغ كلش مهم هذا الهرمون حتى يحافظ على الدورة التناسلية مالي الأنفى مهم للحمل مهم للإخصاب مهم على ديمومة الحمل فالغدد الدرقية هرمون كلش مهم بالنسبة لهواي مفاصل بجسم الإنسان دكتور دائما من نسمع عن أعراض خمور الغدد الدرقية قصور الغدد الدرقية شنو أسبابها وشلون يكون تمام إحنا عدنا قصور الغدد الدرقية طبعا الأسباب والأعراض تعتمد على عمر الإنسان يعني مثلا حديث الولادة يكون السبب أما أنه ينولد هذا الطفل بغدد درقية غير عاملة أو ينولد ما عنده غدد درقية فهنا راح شون يصير الأعراض طبعا الأعراض راح تصير على شكل الطفل خامل ماكو رضاعة انتفاخ بالبطن أكو عنده فتق سروي اليرقان الولادي طول عنده اللسان ما لتيكون متدلي وبارز يعني وجهه بفد يعني فد شكل معين صوت البكاء ما لتيكون مميز هذا يعني أعراض الغدد درقية بهذا العمر طبعا بسبب خطورتها بهذا العمر لأنها مسؤولة عن نمو الطفل ومسؤولة حتى عن التطور العقلي مالة هذا الطفل دخلت حاليا يعني أنه لازم نكشف عن قصور الغدد درقية عند حديث الولادة بتحليل الغربلة إذا سامعين بي كل طفل ينولد من أمر ثلاث يام إلى أمر ثمانية وعشرين يوم لازم نسوي له فحص غربلة هالحالة لازم تكون توعية للأهل بضبط أنه لازم يجرون هاي التحاليل للأطفال الحديثين بضبط لازم نسوي فحص غربلة واللي يضمن هو الكشف عن قصور الغدد درقية الكشف عن مشاكل الغدد الكذرية الكشف عن حساسية الباقلة أو نقص انزيم الباقلة بهالحالة يمكن إذا كان الكشف بهالعمر مبكر طبعا إحنا مجرد مجرد يتم التشخيص أنه هذا الشخص الطفل عنده قصور بالغدد الدرقية لازم نبدي بالعلاج يعني قلت لش كلش مؤثر على النمو الجسدي والعقلي لهذا الطفل بعد ما نكمل مراحل اللي شلون أعراض الغدد الدرقية رح نتكلم أيضا عن علاج وكيفية علاجها نعم تجين العمر الثاني اللي ممكن تظهر به يجي مثلا عمره ثمان سنوات تكون أعراض الغدد الدرقية قصورها استيعاب الطفل بالمدرسة بدأ ينزل يعني بدأ يقل وزن سمنة عنده بس طوله كلش يعني قصير قامة يصير الطفل عنده يستشعر البرودة بسرعة يعني يكون هذا الطفل مبراد تشوفيه هو أكله كلش قليل بس يعني وزنه زين هذه من ضمن أعراض القصور الغدد الدرقية بالكبار نفس الشي تقريبا يصير عندهم نحول تعب عياء نعاس درجة دكتورة وهذا الخمول يعني يصير يستجد على الجسم بالضبط يستجد على الجسم بس شنو مشاكل الغدد الدرقية يبدي تبدي تدريجية وببطو يعني مو بسرعة يفرق الإنسان على نفسه شوي شوي تبدي عنده نحول أو تعب وألم بالمفاصل ونعاس وزيادة بالوزن استشعار البرودة بصورة مطبيعية كل هذا شلون ممكن يشخص أو يميز الشخص اللي عنده هاي الأعراض ألم بالمفاصل نعم أنه هاي أعراض خمول الغدد يعني إحنا مجرد مثلا تجي طبعا هي أكثر شي بالنساء فأمرأة أربعينية بسن الأربعين تحس إنه تزيد بالوزن تقولاني مثل ما يقولان بس أشرب ميدة أسمن ما بي حيل تعبانة 24 ساعة نعسانة بسرعة أبرد تحس رجليها أكو بيها وروم الوروم اللي يصير عند جماعة قصور الغدددرقية يعني مميز يصير شي غير طبيعي غير طبيعي يعني مو شي طبيعي مجرد عدها مشاكل بالدورة الشهرية مالتها يا أما زيادة يا أما نزف شديد هذه كل هالأعراض من الصرع عدها المفروض تراجع حتى تشيك مشاكل تشيك فحص تسوي الغدددرقية طبعا بمناسبة ترفع الدهون يعني منسوي لهم تحليدون تطلع لهم الدهون كلش عالية بسبب خمول الغدددرقية زين إذا صار مثل ما سامعين زيادة عمل الغدد شنو راح تكون الأعراض الفرط نقدر شوان نقول الأعراض العكس تماما يعني تشوفين نقص بالوزن غير مبرر إحساس بالحرارة يعني غير طبيعي بسرعة يحتر يعني بالشتين قول يلبس ملابس كلش خفيفة يصير عدهم جحوض العينين العين مالت تجحب بسبب قلة الوزن أو هو هذا عارض لا لا بسبب أثر الغدددرقية على عين هذا الشخص يصير عدهم خفقان يصير عدهم عدم انتظام دقات القلب يصير عدهم النبض يكون قوي يعني يقول أنا يحس صدري دا يريد يطلع العفق قلبي يريد يطلع من صدري يصير عدهم الارتعاش بأيديهم يحس بالجوع حتى الجهاز الهضمي يتأثر عدهم يعني يمكن يصير عدهم عراض إسهال حتى البعض نسمع أنه حتى جد ما يكون أكلهم جيد تشوفين هم يسوي لهم النحول والإعياء والوهن العضلي يعني ضعف بالعضلة ما يقدر يعني يحرك جسمه هذه أعراض الارتفاع بالنسبة للغدة هذا ممكن نتحدث عن كيفية علاج هذه العرضين طبعا قصور الغدة الدرقية هي اعتمد هذه القصور نحن نتحدث عن القصور وناخذ فاصل ونكمل نعم القصور الغدة الدرقية شنو السبب مالته قلناها إحنا بالأطفال يكون يا أمه غدة غير عاملة أو ماكو قدة غدة فلازم نعالج بهرمون الثايروكسين نعوض الطفل بهرمون الثايروكسين بالنسبة للكبار يصير يا أمه بسبب مناعي يعني الجهاز المناعي تهيج عدي بالجسم وبدأ يولد أجسام مناعية تضرب الغدة الدرقية وتوقف العمل مالتها هذا يا أمه يجي نحن نسميها بتورم الغدة تضخمها يعني غويتر أو بدون غويتر هذا أيضا الإلاج جيد ممكن تكون هاي أكو عدها أقد أو ما عدها أقد بهذا الغدة يمكن حتى نحتاج تدخل جراحي بس هي بكل الحالات قصور الغدة الدرقية نحن لازم نعالجه بالثايروكسين يعني نعوض الهرمون اللي نقص ممكن شنو يسبب لش عد القصور الغدة الدرقية التهاب ما بعد الحمل يعني وحدة كانت حامل وجابت ورا فترة صار عدها التهاب بالغدة الدرقية مالتها أمينا مناعي أيضا يعزل الأسباب المناعية نفس الشي تبقى متابعة على ثايروكسين وهذا العلاج الوحيد نعم ومتابعة الغدة مالتها يعني إذا كانت مضخمة أو عقدها كلش مهمة النقطة يعني مراقبة العقد اللي موجودة أكيد المراقبة تكون عن طريق الفحص أو إجراء التحدي عن طريق الصونر نعم خلينا نشوف دكتور حسام الموسى وإختصاص الأطفال شنو محضرنا النصائح بخصوص الأطفال ونخلص وياكم باقي محاورنا إن شاء الله سلام عليكم في حلقة اليوم في الحديث عن الغدد الصماء رح نحكي عن نقص هرمون الغدة الدرقية عند الأطفال أول شي ببداية لازم نعرف هو شنو هرمون الغدة الدرقية هرمون الغدة الدرقية فد هرمون يطلع من الغدة اللي هي موجودة في الرقبة اللي نسميه الغدة الدرقية غرضة الأساسية هو تنظيم أو أيض المواد أو الطعام اللي نحن ناكله للجسم يحوله من مجرد طعام إلى طاقة يستهلكها الجسم بالنمو بالبناء في زيادة الطول في الحركة في حركتنا نستخدمه أيضا في نمو الدماغ في تشغيل كافة وظائف الجسم وخاصة النمو جدا مهم هرمون الغدة الدرقية بالنسبة للنمو لذلك إذا صار عندنا نقص في هرمون الغدة الدرقية رح يأثر على نمو الدماغ رح يأثر على الطول رح يأثر على الوزن رح يأثر ويسبب أنه المشاكل كثيرة في معظم الأيض الموجود داخل الجسم الأيض هو المقصود بعملية تحويل المواد الغذائية اللي نحن نتناولها عن طريق الفم إلى طاقة يستخدمها الجسم بوظائف الحيوية هذا معناتها هو الأيض فهرمون الغدة الدرقية أو نقص هرمون الغدة الدرقية إلى شكل الرئيسيات يأما يكون ولادي يعني الطفل يجي للدنيا هو عنده نقص هرمون الغدة الدرقية أو أنه يكون يصير فيما بعد إذا صار عندنا نقص هرمون الغدة الدرقية لولادي غالبا السبب الأعظم ماته هو بسبب تشوه ولادي أدى إلى عدم خلق أو فقدان وجود الغدة الدرقية عند الأطفال يعني يجي الطفل للدنيا هو أصلا غدة الدرقية ما موجودة عنده أو موجودة ولكن غير فعالة يعني ما تنتجنا الهرمون وهذا طبعا تأثر على الطفل على الأغلب بعد الولادة يعني ما تأثر عليه قبل الولادة بعد الولادة يجينا الطفل يعاني بالبداية من خمول شديد ثاني شيء يعاني من يارقان ولادي مطول يعني عادة اليرقان اللي يصير عند الأطفال يطول فترة سبوع عشر تيام هذا الطفل لا يطول أكثر ما عندي يجوز يطول شهر يجوز يطول شهرين فيسبب أن يارقان مطول خمول انخفاض بالسكر الطفل يكون قليلا وزنه يتأثر وكذلك يسبب أنه قلة بالرضاعة الطفل يكون رضاعته غير جيدة عادة يتم تشخيص هذا الشيء عن طريق تحليل الغربلة وهذا فتشي جدا ضروري معظم الأهل يأخرون اللقاح الأول أو اللقاح الثاني اللقاح الأولى الطفل يأخذه لأتهاب الكبد الفيروسي أثناء الولادة أو بعد الولادة في صالة الولادة لكن مجموعة اللقاحات المفرض يتناولها الطفل وراء الولادة مباشرة مفروض يصبح خلال ثلاثة أيام إلى سبعة أيام مغلع معظم الأهل بسبب اليارقان أو بسبب النسيان أو بسبب عدده تمام بالأمر رح يأخرون اللقاحات الأولى يجوز شهر يجوز سبوع يجوز سبوعين بس ينسون تماما أنه اللقاح الأول يكون مرافق لتحليل الغربلة هذا تحليل تسوي كل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية للأطفال الحديثي لولادة لتشخيص بعض الأمراض القابلة للعلاج وهي أمراض كارثية مثلا من ضمنها هو نقص غد الدرقية عادة طفل منجل اللقاح الأول يسحبون عنده دم يجوزوا التحليل الغربلة إذا لقوا عنده نقص غد الدرقية يتصلون بأهله ويحاولهم على استشاريات أو المؤسسات اللي مسؤولة عن الغدد الصماء ونبلش العلاج ليش هرمون الغد الدرقية هو يعتبر أمراض كارثية نقص هرمون الغد الدرقية هرمون الغد الدرقية جدا مهم لبناء الدماغ إذا صار عندنا نقص في هرمون الغد الدرقية دماغ الطفل اللي رح ينشئ بالتصورة غير صحيحة واحتمال كبير جدا أنه يسبب أنه تخلف عقلي أو شلل عقلي عند الطفل بينما ممكن علاجه بطريقة بسيطة جدا هو مجرد حبوب صغيرة يأخذها الطفل يوميا ممكن أنه ننشأ الطفل إنسان عادي ما يأثر عليه هذا المرض تماما فقط لمجرد تشخيصا مبكر يعني إذا شخصنا هذا المرض بصورة مبكرة فهذا الطفل يعيش حياة طبيعية إذا هملنا الطفل وما شخصنا بطريقة مبكرة الطفل رح يعيش حياة معه واقع لذلك هذا جدا مهم بالنسبة للأطفال طبعا إذا تم تشخيصا وعطاء العلاج إلى رح تكون المشكلة نحلز أما بالنسبة لنقص هرمون الغد الدرقي اللي يصار عدي الكبار فهو بالأغلب هو مراض مناعي وفي بعض الأحيان يترافق يعني المناعة الجسم يتهاجم الغد الدرقي وفي بعض الأحيان يكون مرافق لأمراض مناعية أخرى مثلا السكري مثلا حساسية الحنطة مثلا فقر دم المناعي فهذا المرض يكون يعاني الطفل ممكن من انتفاخ بالغد الدرقية خمول يصير عدة زيادة بالوزن نعاس دائما بشرطة تكون شحمية دهنية يشعور عدة بالبرد يقوم يشعر بالبرد الذاكرة تكون متدهورة وأعراض أخرى كثيرة للغد الدرقية ومنها انتفاخ الغد الدرقية أو ألم بيها يصير فهذا العوارض تكون مثل علامة حمراء الطفل اللي راح يراجع إلى المؤسسات الغد الدرقية أو مؤسسات الغد الدرقية الصماء ورح يتم تشخيصها بالانخفاض الغد الدرقية وعلاجه يكون ان شاء الله بسيط وسهل بس هو يعني يحتاج متابعة لذلك اللي ننصح به أولا أنه جدا مهم متابعة حالة الطفل بعد الولادة أولا ثانيا جدا مهم التلقيح خلال أول أسبوع على مود نسوي تحاليل الغربلة وثالثا نتمنى أنه تلتزمون بالعلاج علاج الغد الدرقية وشكرا لكم أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام نشكر الدكتور حسام الموسوي على هذه المعلومات المهمة للعناية بأطفالنا نكمل الحديث مع الدكتورة السماهر الوائلي اختصاص الغدد الصماء والأطفال كما ننوه يمكنكم الاتصال والاستفسار عبر أرقام هواتفنا الموجودة أسفل الشاشة بهذا الموضوع بالخصوص نعم دكتورة ما هو علاج فرط أفراز الغدد الصماء؟ نحن ذكرنا شون أو الغدد الدرقية الغدد الدرقية هو أنه عملية جراحية لعلاج جراحي ينشيلها للغدد حسب مراحل حسب مراحل نعم حسب وضع المريض يعني وضع المريض عمره قتلة سن الإنجاب يعني حسب وضعها هي المرأة يكثر شيء تصيب النساء نعم دكتورة خلينا نتحدث عن البنكرياس البنكرياس وتأثيره على السكري هو يعني أصل السكري البنكرياس هو اللي ينظم السكر بالدم أصلاً البنكرياس وبالتحديد ليش هذا الموضوع بدأ يزيد كل شيء مهم يعني كان سابقاً ما موجود من أسمع إلا بس كبار السن مصابين بالسكري بسه صار صغار شباب كل الأعمار قد نشوفهم نعم طبعاً الله يبعد عن الجميع اللهم آمين البنكرياس عندنا عضو جداً وغدة جداً مهمة من ضمن نظام الغدد الصماء طبعاً هو بيشقين يفرز إنزيمات هاضمة للأمعاء وهذه اللي هي خارج نظام الغدد الصماء والقسم الثاني اللي مهم بالنسبة للحديثنا اليوم اللي هو الجزء الصماء اللي بالبنكرياس واللي يفرز تحديداً ثلاث هرمونات مهمة أهم اثنين بهم هو الإنسولين اللي ينظم السكر بالدم والغلوكاغون أيضاً يعني هم ذولة واحد شغلة عكس الثاني واحد يرفع السكر بالدم واحد يقلل السكر بالدم زين حتى تصبح معادلة بالجسم إحنا أول شيء لازم نعرف إحنا مين إجا السكر أصلاً للدم السكر يجي عن طريق الأكل اللي يناكله إحنا ورما ينهضهم بالأمعاء يدخل على مجرى الدم على شكل سكر بسيط حتى هذا السكر هو يخلي تقولين العملة الوقود اللي يحتاجها الجسم يعني عملة البناء هو اللي يحرر الطاقة هو اللي يطيط الطاقة لكل خلايا الجسم وأيضاً يجي السكر من مخازن أكو موجودة بالجسم من شخص يأكل مثلاً أكثر من احتياجي اليومي رح ينخزن رح يحصل عنده مخزون سكري بالجسم مخزون ممكن بالكبد ففترات الصيام رح يبدي ينسحب هذا السكر من المخزون زين شنو المعدلات الطبيعية للسكر يبدن اللي هي إذا صيام تكون من 80 إلى 120 إذا مفطر خلنا نقول من 120 إلى 140 طبعاً هي بيها حسب العمر أيضاً زين فاللي يصير شنو هو إحنا قدنا للسكري أو مرض السكري داء السكري نوعين النوع الأول والنوع الثاني شنو الفرق بين النوعين النوع الأول اللي هو يصيب الأطفال أو يعني نقول تحت عمره لـ 30 سنة سكر الأطفال سابقاً يتسمى هو بالحقيقة السكر المناعي لأنه سبب الإصابة بي لحد الآن غير معروفة تشترك بيها عدة عوامل منها جينية ومنها غذائية هي ممكن يكون شيء وراثي ممكن يكون وراثة وممكن سبب التغذية البيئة وأيضاً يتأثر بمرحلة الحمل طبعاً طبعاً أكيد أكيد هسنا يعني أطرق لك فمو بس مرحلة الحمل طبيعة الرضاعة ممكن يتأثر يعني الدراسات شافت الأطفال اللي هما كانوا على الرضاعة الصناعية أكثر عرض الإصابة بمرض السكري من الأطفال اللي هما عن الرضاعة الطبيعية ونحن لازم يعني باعتبار ندار صحتنا كلش صديقة للأطفال الرضاعة لازم يعني نوعي بهذا الموضوع فاللي يصير شن هو راح تتهيج المناعة بالجسم هذا الشخص اللي مهيئ طبعاً والعامل الغذائي اللي عنده أسباب مسبقة لهذا العامل الغذائي كلش مهم تتهيج المناعة تبدي تحارب نفس الجسم أول شخص عضو موجود راح يتحارب هو البنكرياس الغدد اللي موجودة بالبنكرياس راح تموت بعد ما تفرز الإنسولين زين الإنسولين هو شنو؟ الإنسولين هو اللي ياخذ لك هذا السكر اللي يتحرر بالدم يدخله إلى الخلايا ويتحول إلى باب يوزع على باب باب ماكو إنسولين بالدم شو راح يصير؟ الخلية راح تحس بالجوع تطقي عازل الدماغ أنا جوعانا ما وصلني أي تغذية اليوم الدماغ راح يرجع يقول للشخص هذا يا باب أنت تراجعان مدى تأكل هو استوى ماكت يرجع يأكل مرة ثانية يرجع يزيد السكر بالدم والمالته والوزن يقل الخلل كان المشكلة بالبنكرياس أصلا ماكو إنسولين يدخل هذه الطاقة إلى الخلايا فباستمرار هذه العملية شو راح يصير؟ راح تبدي الأعراض طبعا نحن نحكي عن السكر النوع الأول وهو تقريبا الأعراض مشابهة للسكر النوع الثاني الفرق بس بالمدة الظهور شقد يحتاج حتى تبين الأعراض عنده شنو هي الأعراض؟ يبدي يأكل للطفل أو الشخص الشبير يأكل وهو دا يضعف يعني الضعف مالته غير مبرر مع أنه أكله طبيعي لا دا يقول لشانسون أكله أكثر من الطبيعي زائدا نحول وتعب لأنه ماكو طاقة هي اللي يتحرك الجسم وبالإضافة لتأثير الإنسولين على انتصاص بعض الفيتاميز والأملاح المعينة اللي يحتاجها الجسم بعدين يبدأ يدخل بمرحلة أنه يأطش يشرب مياه هواية يتدرر هواية بعض الأمهات تنتبه تقول ليس هان يقعد بالليل هسه بدأ يقعد بالليل أو بعض الأمهات بالأعمار الصغيرة تقول كثرة دا أبدي للحفظ للأعمار الزهر للسكر اللي يصير بحديث الولادة مو بس حديث الولادة للأعمار اللي نقول سنة مثلاً يبدو الدور يدخل الدور هذا بالنسبة لعمر سنة طبعا نحن السكر أيضاً من الولادة أو ممكن يصير بعد السنة لا السكر اللي من الولادة ذاك نوع ثالث مو سكر اللي نوع الأول يعني غير نوع بس هذا اللي هو هسه أكثر شي انتشاراً بين بين الأطفال يبدو الدور للطفل تدخل عدة أعراض السكري والمضاعفات الآنية اللي احنا نسميها ادخلني طوارئ يعني أحتاج أدخل طوارئ أحتاج وحدة عناية مشددة حتى على جهاز الطفل هي حموضة الدم وارتفاع السكر بالدم إلى درجة خربطلي الحامضية مالة الدم هذا بالنسبة للسكري النوع الأول نحن سكري النوع الثاني شون اللي يصير أكو بنكرياز دي يشتغل هذا البنكرياز أكو إنسولين دي ينفرز بالدم لكن خليت جسم نحن ناخذ اتصال مع السيد مصطفى من بغداد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلامة ١حظة العزيز السلامة والصحة الحمد لله الله سلمي اتفضل شونه سؤالك والله يعني أنا حاني من ضعف دائماً من أقار الصباح من النوم يعني دعيوني جسمي نعم تعب يعني نحول بس إذا ممكن سيدة تنصينا صوت التلفزيون وتسمعنا من التلفزيون نعم على سؤالك الدكتورة نعم تفضل نعم وقت العزيزة يعني دائماً أرحاق بجسمي، بوجعب راسي، بعيوني نعم شكراً لإتصالك إن شاء الله تجاوب على سؤالك الدكتورة نعم نجاوب لون كم نجاوب على سؤال أو نجاوب طبعاً هو السؤال يعني ما متكامل لأن المفروض يسأله الوزن مالته شو أخبارك؟ يعني هل هو وزنه عالي أو وزنه قليل؟ تعرفين، مثل إذا كان عندنا زيادة بالوزن احتمال نمشيوية قصور الغدة الدرقية أو فد نقص هرمون معين أو إذا كان لعدة وزن قليل نمشيوية وحسب ما ذكر أنه التعب أول ما يبعد الصف أي، تعب والنحول أي؟ فإحنا نشيك يعني لازم نسوي له فحص طبعاً عمره ما ذكره لأنه ممكن خربط الدهون بهذا العمر تسوي هاي الأعراب نشيك السكر نشيك مقاومة الإنسولين وبعدين نشيك الغدة الدرقية بالنسبة لأنه نصحب تشيك آب كامل عدنا أيضاً اتصال مع الأخد أم أحمد من البصرة، السلام عليكم وعليكم السلامة، نحمد الله بركاته أهلاً والسلامة أستاذ الدكتورة؟ نعم، تسمعش الدكتورة، تفضل على مودي عند بيتي، جسمها يعني ديها ترجف و جسمها يرجف قائمة ما قد عمرها؟ أم أمرها سهدعة سنة، هي حالة هذه من أمرها حوالي أربع سنين، خمس سنين، أم أشيك ستذهدعة السنة، صلى الله عليه الشيك وزنها بالنسبة لأمرها، بالنسبة لأقرانها، وطولها بالنسبة لإعارها لا، جسمها طبيعي يعني تمام أي، طبيعي أي، حاناته… تكون أمراض عصبية بالعائلة تكون مشاكل عصبية بالعائلة يعني أمراض عصبية يعني أمراض عصبية يعني أمراض عصبية لا أول حالة العصبية أكو أمراض عصبية لا 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 تسبب هيك نعم يمسويلها فحوصات سابقا جميع الفحوصات يقول كل شي ما بي زينهاي الرجفة طول الوقت لو أكو وقت محدد يصير بي هاي الرجفة أي كل دائما يعني تلسزني الشيء ترجفي ويوقع منينك نعم شكرا لاتصالت أم أحمد إن شاء الله تجاوب على سؤالت الدكتورة نعم على الأكثر بما أن وزنها طبيعي بالنسبة لأقران هدي شوف الأمو صار لها فترة طويلة لو كانت مشكلة هرمونية لا كان ضعفة فاقمة الأمو يعني الأفضل أكو بعض الحالات هاي الرجفة تكون عائلية يعني موجودة بالعائلة ورافية ممكن بالضبط وتحتاج معاينة طبيب جملة عصبية قد تكون يعني مشكلة عدها بالعصاب لأنه حسب ما ذكرت أنه ما تقدر نعم من تريد تلزم شيء أو هاي ما تقدر نعم نرجع التكملات للسكري بس رح ناخذ اتصال مع الأخت أم نور من البصرة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ومن نور الزهراء من كربلاء أهلاً والسلام من كربلاء أهلاً والسلام أحب الشخي بالدكتورة تفضلي تسمعت الدكتورة السلام عليكم دكتورة وعليكم السلام ورحمة الله لبارك لكم هاري الأيام مبارك عليكم وعجل الله تعالى في رجل الشريف إن شاء الله أنا عندي خفقان كلش قوي دكتورة بحيث يعني حتى الحركة البسيطة إذا أقوم أروح للموبايل أحس بخفقان كلش قوي فداعاني من عند حل داعاني صح وزني كثير لكنه عندي حركة كلش هو نعم يعني وزنيك عالي وزنيك عالي بالنسبة لطولك نعم وزني عالي وزني عالي العطو طولي قليل ويعني أضمر فيها نعم فأخذت عدة سحالي للغدة الدرقية ما طلع عندي شيء طبيعي أي والله طبيعي ما هي الأسباب يا رجل صبحي الأفضل يتراجعين القلبية لتكون عندك مشكلة بكهربائية القلب يعني تحتاجين تخطيط وتحتاجين إيكو وحتى فحص جري إجهاد نعم شكرا أنت صارت أمنا ورزاة شكرا جزيلا شكرا جزيلا نعم أي نجي على السكري النوع الثاني قلنا السكري النوع الثاني اللي هو يصيب الأعمار اللي أكبر من ثلاثين سنة بس طبعا هذه يعني مو قاعدة ثالثة حسب اللي يصير شنو البنكرياز دا يفرز الإنسولين بل على العكس إذا نحلل نشوف نسبة الإنسولين نلقاها جدا عالية بالجسم لكن اللي دا يصير شنو خلايا الجسم دا تقاوم هذا الإنسولين ما دا تتقبله يعني من يجي الإنسولين يريد يدخل السكريات للخلية الخلية ترفض التواصل مع هذا الإنسولين هل تقول لي لي زين شنو السبب اللي يخلي الخلية السبب يكون اللي إحنا نسميها أعراض الخطر أو علامات الخطر أو العوامل المساعدة على السكري النوع الزيابة الوزن طبيعة التغذية الغير صحية قلة الحركة وراثة بالعائلة أكو موجودة مشاكل بالدهون مشاكل بالغدة الدرقية مشاكل بالغدة الكضرية كل هذه ممكن تسبب لي مقاومة الإنسولين فاللي راح يصير شنو هو بالبداية ممكن تجينا مقدمات السكري أو مرحلة ما قبل السكري يعني يجي هذا الشخص يحلل السكر ما تقول دكتور عنده حلل صيام ويطلع طبيعي سكري بس من يجي نحلل ما بعد الوجبة لا راح نشوف أكو بيرتفاع أو مثلا إحنا قلنا الحدود الطبيعية بالصيام ما بين الـ 80 والـ 120 حقيقة من يجي التحليل فد 110 أو 115 نخلي ببالنا مقدمات السكري خصوصا إذا هذا الشخص عنده عوامل بضضبط الإصابة شنو بعد ممكن تطلع عنده أعراض جلدية مثل الشواكة الأسود أو أكو هاي الزوائد اللحمية اللي يصير بالجلد نفس الشيء التعب والإعياء والنحول بالنسبة للنوع الثاني بالضبط هاي المقدمة بعدين يدخل بمراحل الكثرة المقاطعة خلينا ناخذ اتصال مع الأخت أم علي من بابل السلام عليكم عليكم السلام علي أهلا وسهلا تفضلي خالة حبيبك أريد أحساب الدكتورة تسمعش الدكتورة تفضلي السلام عليكم حبيب أم عليكم السلام أهلا وسهلا قلت عمري أنا بتي أمرها هسوا يعني بعد شهر 5 ساعة سنة تمام السمينة يعني أنا قل السمينة أخذت لها يعني أخذت لها مالشسمة منحفات يعني الدكتور والدينا مشت عاليو صارت دينا منحفات؟ يعني هاي الأعشاب؟ لا وجيتها الدكتور مع التربية تمام بسوية نزل من وزنها نعم بس تارسينر اللي أردت كل إجرالي أخذتها المعشب نعم ومن أخذتها المعشب قامت وصيح مرات تمام وقامت يعني صارت عندها الخفطان وبرقان صارتها هاي ماركو بعدين صارت عندها كلمة يعني أخذتها المستشفة من كثيرها السعراتي وضربناها يعني أوبرو هاي وحبطتها السكر يعني صفرت ماتت بالمستشفة تمام وشي تمت وبعدين كلمة هاي قام نخفض السكر يعني سرعد من خفض السبعين خمسة وستشين أه ورجليها ترجل وصيح راتها وديتها جملة عصبية يقول لي شقيقة وديتها يقول لي ماكو وديتها جوب أنفية بس هي يعني كل نزين خفضها في السكر نزين ووزنها بعدها عالي؟ والله نزل للخمسة وتسعين بالحمية وبالهاي وبعدين ما سيجدها أي رجع لللي متاقض نية وخمسة أي رجع يعني أمرك مصطعش هاي سوي تمام تمام شكرا للاتصالج يعني شون العالج تحتاجين مراجعة طليب هدوط صمارك فستتجاوب على سؤال شكرا نعم شكرا عزيز أهلا وسهلا بكم رح نأخذ اتصال مع الأخوة تأم سجاة ونكمل على سؤالينا السلام عليكم أم سجاة السلام عليكم تبكورة شامكم أهلا وسهلا شكرا شكرا لكم زيانين حبيبتي طبعا أنا شاي للغدة نعم مو كل الغدة نعم وعندي صهر قبل ثلاثة سنين أربعة وعندي صهر قبل ثلاثة سكر تمام فهيسان عدي نقول بجسمي عندي خدر برجلية عدي حرارة كل شي قوية يعني حيث ما اقدر انقل نفس فأني وزني هسه مية معنا ما بعث مني شي شكرا لك شصابيتي بالسكر طبعا بل خلس سنين هيتش تمام والغدة شك صار لك من شايلته الغدة صار لك من شايلته بل خلس سنين تمام شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك نرجع على سؤال الأخت بالنسبة الأخت الأولى السؤال مات قبل البرنامج يمكن قلت لك بعض العشابين يطيج كابسول بأعشاب بس هو بالحقيقة يطحن بيفد يعني أو دخلون بيفد عقارات معينة حتى تسوي التنحيف وهي هاي المساوئ مالتها ممكن نسوي لمشاكل بالسكر بعدين والأعراض يعني ما للمريضة عسد الله بك فت الأخت عسد الله بك فت الأخت يعني ايه ببطية انه هذا المادة العشبية اللي انطهها بالحقيقة هي مو بس أعشاب وانما خليط من علاجات ثانية حاليا بعد الأعراض اللي ذكرتها انا اشوف انه ضروري انه تراجع المركز الغدد الصماء على مود انعاين يعني مثلا الغدد الكضرية يعدها وانعاين الغدد الدرقية يعدها وحتى بالنسبة للعلاج احنا اذا عرفنا شنو المسبب الأساسي لهاي السمنواتة رح نقدر نعالجها بدون هبوط السكر طبعا بعد من جاوب على السؤال الأخت أم سجا نرجع نتكلم عن مركز الغدد الصماء ان شاء الله نعم بالنسبة للأخت أم سجا هذا ممكن يعني الأعراض اللي حجتها ممكن هي واحدة من المضاعفات المزمنة للسكري وللغدد الدرقية فهي هسا تحتاج تشيك مرة ثانية للغدد الدرقية وللعلاج مالت هديك فيها او مديك فيها الجرعة الدوائية مالت هديك تستخدمها ونفس الشي بالنسبة للسكري مالت يعني تحتاج تشيك للتراكمي وحتى بدنا نعصب الأعراض الطبيعية باعتبار انه هي شائلة الغدد؟ لا هذه الأعراض شوفي هي شائلة الغدد وصير عندها سكري واحنا مثلا هاي الحرارة اللي تحسها برجليها واحدة من علامات الاعراض اللي يصير المضاعفات اللي يصير بالأعصاب أهميا أن تسببها قصور الغدد الدرقية وهميا أن يسببها السكري لهذا يحتاج يعني فحص وتحاليل بعد أكثر تفصيل نعم دكتورة حابين تخبرين شوي عن مركز الغدد الصماء في دائرة الصحة نعم بعد ما ناخد فاصل إن شاء الله إن شاء الله مشاهدين الكرام رافقونا ولكن بعد هذا الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين نتحدث اليوم على أمراض الغدد الصم أمراض الغدد الصم طبعا الغدد الصم عديدة في جسمنا منها الغدة النخامية والغدة الكبرية والغدة الدرقية والبنكرياس وغدة أخرى من أهم ما سنطلق لها هو الغدة البنكرياس الذي أهم أمراضها هو داء السكري داء السكري من نوعين النوع الأول وهو يكون وراثي ويصيب الأطفال والنوع الثاني يكون غير وراثي أسباب أخرى تؤدي من ضمنها السمنة تؤدي النوع الثاني نقصان أفراز الإنسولين يؤدي إلى ارتفاع السكر ومضاعفاته من أعراضها هو جفاف الحلق عدم السيطرة وكثرة الإدرار أو عدم السيطرة على الإدرار الصداع وأمور أخرى من مضاعفاته طبعا النوع الأول الذي يصيب الأطفال علاج الرئيسي والأساسي هو الإنسولين ويوصفه الطبيب في هذه الحالة أو يظهر أي أعراض أخرى توجه للطبيب خاصة إذا كان عامل وراثي موجود في العائلة النوع الثاني وهو يصيب البالغين عاية أن يكون بالأمر الثلاثين فما فوق طبعا النوع الثاني أكو علاجات إلى أن نصح مخفضات للسكر تستعمل على زيادة فراز الإنسولين وإدخال السكريات إلى واستهلاكها في محيط جسمنا أما مضاعفاته وهي يكون معقدة من أهمها هو اعتلال النظر أمراض القلب والعوعية الدموية الفشل الكلوي وأمراض الأعصاب المحيطية وهذه من أهم أعراض أو مضاعفات داع السكر موضوعنا الآخر نطرقه في حلقتنا اليوم وهو أمراض الغودة الدرقية والتي تكون من نوعين أما نقصان أفراز هرمون الغودة الدرقية الثيروكسين أو زيادة أفرازه وهذه أيضا تصاحب أعراض لأن الغودة الدرقية لها دور جدا مهم في جسمنا من ضمنها تعمل مع غدد أخرى في تنظيم الكاليسيوم وفيتامين دي اللي يحتاجه في جسمنا كعنصر أساسي في بناء العظام هنانا علاج الغودة الدرقية إذا كان نقصان فهو الثيروكسين يوصفه الطبيب أما إذا كان زيادة أفراز فهنا أكون مضاد للغدة ومن بعدها التوجه إلى العملية وهذا كلها في استشارة الطبيب نتمنى لكم دوام الصحة والعافية شكرا للدكتور أثير ماجد على هذه المعلومات الدوائية نعود لتكملة الحوار مع الدكتورة سماهر الوائلي الدكتورة هل سوء استخدام الأدوية حسب ما تكلم الدكتور يسبب قصور في عمل الغودة؟ أكيد طبعاً أكو فتحالة يعني تقريباً شائع نقدر نقول بعض الأمهات تستخدم مراهم معينة للعلاج طفاح الحفاظ نعم هذه المراهم تحتوي على علاج استيرويدي من نشوف الطفل اللي تحسن عليه اللي هو بنسبة كورتيزون هو الكورتيزون استيرويدي من نشوف الطفل اللي تحسن على هذا المرهم يعني مثلاً أكو بعض الأطفال يحتاجوها نحن نكتبها لهم قلوا ما هي بس خمسة يام مو أكثر من مرتين في اليوم أو عند الحاجة بعض لا حتى مو عند الحاجة أكثر من خمسة يام بعد ما منوع تستخدميهم فيبدون هم من تشوف الطفل اللي تحسن عليه لا تستمر رويا تستمر تعرفين هذا كورتيزول راح يسوي لش سمنة مفرطة بالطفل هي بالحقيقة مو سمنة وإنما سمنة مرضية يجي الطفل اللي هو عمره ثمنة شهر يجي وزنه فد 16 كيلو يجي الطفل كل شي ضخم وبعدين يدخل بعض الأطفال عندهم سمنة مخيفة أصلاً فشلو اللي يصير اللي يصير هذا العلاج راح يأثر على الغدة الكذرية مالة الطفل بحيث بس تقطعها راح يدخل بمشاكل الغدة قصور الغدة الكذرية يحتاج حتى دخول مستشفى وعناية خاصة أيضاً العلاج الثاني اللي ممكن الأم تستخدمه بكثرة وهم يأثر لي على الغدة اللي هو شراب الدكسون والبردنيزيلون اللي نستخدمه هذا اللي يعاني منه حساسية القصدات بالضبط اللي فصل الشتاء بعض الأهل يعني السوء استخدامه راح يسوي لمشاكل كل شي تشبيره ويالغدة بالضبط ويالغدة الكذرية نعم دكتورة حابين تخبرنا شوي عن مركز الغدد الصماء في دائرة الصحة كربلا نعم نعم مركز الحسن الغدد الصوم والسكري طبعاً نهاية 2017 بداية 2018 قبلها كان عدنا استشارية سكري ونمو بالمستشفى الأطفال بواقع يوم واحد بالأسبوع بعدين صارت يومين بالأسبوع ونفسها كاستشارية بالمستشفى الحسيني فبنهاية 2017 مشكورة دائرة صحة كربلا رفعت يعني شون إدارياً هاي الاستشاريتين صارت بمستوى شعبة تابعة للمستشفى الحسيني فأخذنا بناية صغيرة بالمستشفى الحسيني فتحنا المركز استشارية أطفال غدد صمار استشارية سكري استشارية سكري الكبار واستشارية قدم سكري وجراحة غدد صمار الحمد لله والشكر يعني هاي المركز بدي يطور يوم بعد يوم بالتوعية ناس تبلغ ناس المراكز التوعية الصحية الأولية عدنا بالبضور التابع على الكربلا استشاريات المستشفى بالأطفال وبالحسيني بدوا يحولون المرضى إلى أن كبر المركز وطبعا هاي بجهود الدائرة وتوفير أكو بعض العلاجات اللي هي يعني خلي نقول على نطاق الدولة مالتنا ما موجودة بغير محافظات نعم زيان يعني قدم خدمات متميزة حتى كان أكو جهة داعمة أيضا بالضبط احنا عدنا داعمة دائرة صحة كربلا دعمتنا محافظة كربلا مشكورين والعتبة يعني لهم يعني نيابة أصالة عن نفسي نيابة عن كادر مركز الحسن الغدد الصم أحب أشكر العتبة على الجهد وال بأعتبار هي سباقة دائما بضبط يعني هسا هما يساعدون بترميم المركز الجديد وحاليا صارت عندنا بناية ورفع المستوى المركز من شعبة تابع المستشفى وصار مركز تخصصي تابع بضبط مستقل تابع الدائرة صحة كربلا واقع استشارية سكري استشارية قصر قامة استشارية غزة صماء للأطفال استشارية سكري استشارية غزة صماء للكبار استشارية قدم سكري واستشارية جراحة غزة صماء نعم أحسنتم خلينا نأخذ اتصال مع الدكتور غيث قحتان مدير شعبة الأمراض الوبائية حتى نعرف آخر مستجدات فيروس كورونا السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله أسعد الله صباحك أجمعين إن شاء الله دكتور شنو آخر مستجدات فيروس كورونا كفيروس وكعدد ملقحين إن شاء الله الموقف الأسبوعي لمحافظة تردلاء من 10-3 لغاية 16-3 عدد الأصابات الكلية التي صارت في المحافظة 141 أصابة عدد الشفاء الكلية 176 حالة الفحوصات الكلية التي أجرت في المحافظة خلال الأسبوع الماضي 1933 فحص أما من جانب اللقاح العدد الكلية للملقحين في محافظة تردلاء الأسبوع الماضي 1279 ملقح يكون العدد الكلية للملقحين في المحافظة من ضد حمدة اللقاحات ولحد الآن 315-476 والعدد الكلية للملقحين الجرعة الثالثة التعزيزية في محافظة تردلاء 1320 ملقح دكتور بالنسبة لعدد الملقحين في محافظة كربلا وباقي المحافظات شلون تشوفون النسبة يعني إن شاء الله تكون جيدة صراحة ما وصلنا بعد للطموح أو للخطة المسلوعة من قبل الوزارة ولكن على العموم الحمد لله وشكر أكو في الزيادة لا بأس فيها الحمد لله دكتور غيف قحطان شكراً لحضرتك الله يخديكم أهلاً وسهلاً جزيلاً نعم دكتور دكتور باختصار نصائح عامة عن الاهتمام بهذا الجهاز الغدد الصماء طبعاً إحنا قلنا الجهاز الغدد الصماء مسؤول عن اليقظة والنوم مسؤول عن الجوع والشبع مسؤول عن الحر والبرد يعني مسؤول عن هواي أمور بالجسم على هالأساس الغدد إلها فد أوقات معينة تفرز بيها الهرمون مالته وتحتاج فد بيئة معينة مثلاً إحنا قدنا النوم حتى يتحقق لازم هذا الشخص ينام مثلاً من وقت عدد كافي عدد ساعات كافي تغذية سليمة تغذية صحية يعني الأساس عمل الغدد الصماء شكراً لحضرتك بصراحة اليوم نورتين بمعلومات مهمة ومميزة أيضاً شكراً لدكتورة مشاهدين الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة انتظرونا في حلقات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة